عارفين حقاكم المشكلة الخاصة به بمناسبة كوكا يعني أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي بقى مش أحمد حسن كوكا أحمد نبيل كوكا عنده مشكلة في تابعات كورونا شبه المشاكل اللي عند بدر بنون اللي يالتهابات في القلب والتفاصيل التباية دي اللي يعني ليها تفاصيل كتير عموم النادي الأهلي عشان يطمن على أحمد نبيل كوكا بعت الإشعاعات الخاصة بأحمد نبيل كوكا نفس الدول اللي بعت لها الإشعاعات بالنسبة لبدر بنون عشان يتطمن على حالة اللاعب بعد إصابته بكورونا وده يمكن الأيام اللي جاية يتطمن للنادي الأهلي على اللاعب اللي يعني من العناصر اللي ممكن تبقى مفيدة جدا للنادي كان المفروض يلعب الفترة اللي فاتت فيه كأس الرابطة ولكن بسبب توابع أو تبعات فيروس كورونا أو الشفاء من فيروس كورونا بعد عن تشكيلة النادي الأهلي كوكا احنا تكلمنا معاه في رقم 10 عشان يتطمن عليه وقاله أنه هو بخير وكويس وبيغضع للعلاج فيه توابع هذه الإصابة بفيروس كورونا ربنا يحمي الجميع إن شاء الله ربنا يحمي كوكا ويحمي بدر بنون وإن شاء الله يرجعوا للنادي الأهلي في أقرب وقت بصحة كاملة بإذن الله